تحية إجلال وإكبار لجميع المناضلين والمناضلات للموظفين والموظفات للمستخدمين والمستخدمات للمواطنين والمواطنات تحية للشعب المغربي الأبي تحية خاصة للأمين العام لحزب العدالة والتنمية الأخ عبدالله بن كيران والأمين العام للاتحاد الوطني للشغب المغرب الأخ محمد زويتن تحية للقيادات الوطنية والقيادات الجهوية والقيادات الإقليمية تحية إلى مناضلي ومناضلات الاتحاد الوطني للشغب المغرب أيها الحضور الكريم كل باسمه وصفته وبما يليق بمقامه يخلد الاتحاد الوطني للشغب المغرب الاحتفال بالعيد العمال الأممي هذه السنة تحت شعار مستمرون في النضال من أجل العدالة للشماعية ودعم القضية الفلسطينية أقل ما يقال عنه عيد بأي حال عدت يا عيد نخلد هذا العام هذه المحطة المركزية بمشاركة مناضلي ومناضلات كل من جهتي الدار البيضاء سطات وجهة بن ملال خنفرة يأتي طبعا هذا الاحتفال في سياق اجتماعي متأزم عنوانه العريض غلاء الأسعار لا على مستوى المحروقات ولا على مستوى منتجات العيش اليومي وبطبيعة الحال هذا ما يؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات في ظل عجز حكومي واضح وبمبررات ومخرجات حكومية تغرد مع الأسف خارج سربي رهانات الدولة الجماعية كما تزامن مع استمرار العدوان الصهيوني والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني الأعزل والمحاصر في قطاع غزة والضفة والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اليوم يؤكد طبعا على وقوفه الدائم إلى جانب الشغيلة المغربية في مطالبها العادلة والمشروعة وتبني ملفاتها المطلبية حتى لا أطيل عليكم أترك الآن الكلمة للسيد الكاتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بجهة الدار البيضاء الأخ عبد الكريم البريقي أمين العام لحزب العدالة والتنمية هذا الوضع لم يسبق له مثيل إلا مع هذه الفئة التي تدبر هذه الجهة حيث باعت للمواطنين الوهم ووعدتهم بكثير من الوعود الكاذبة ونحن في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب نتتبع دون مزايدة للوقوف على هذه الوعود لأننا كانت وعود يلتشغيل وأننا نزيدو في اليد العاملة والتي تبخرت وأصبحت صرابا ارتفاع نسبة البطالة بالدار البيضاء وتسريحات المتواصلة ليد العاملة وإقفال مجموعة من الشركات لإنتاجها بجهة دار بيضاستات بدريعة الظروف الاجتماعية والاقتصادية وتوقف الحوار الاجتماعي الترابي الذي أرسد دائمه الحكومات السابقة وللأسف أنهم أوقفوا هذا الحوار الترابي الذي كان سابقة في المغرب مع الحكومة السابقة بطبيعة الحال لتصديه ولأن تكون لنا ما يسمى بالتدخل استباقي حتى لا تقع كوارث على المستوى الاجتماعي كوقاية استباقية للأزمات الاجتماعية وإقصاء ممنهج للاتحاد الوطني للشعر المغرب لغرض في نفس المدبرين دون السماع للمعارضة ورغم ذلك نحن مستمرون في النضال والقيام بالدور الدستوري في توعية الشغيرة والوقوف سدا منيعا ضد استفحال الطرد التعسفي وتفقير الطبقة المتوسطة وهلاك الطبقة الفقيرة ولذلك رفعنا شعارا مستمرون في النضال من أجل العدالة الاجتماعية ودعم القضية الفلسطينية عدالة اجتماعية قضية مركزية أخوات العاملات إخواني العمال بالمناسبة نتقدم بكل تقدير وإجلال للشغيرة بالجهة الاقتصادية التي تعاني في صمت من التجوية واش العاملات الآن الآن بقي كيتخلصوا بسبعميات درهم للشهر ماشي السمانة للشهر واش هذا ماشي حيب وعار أيضا الناس ديال الحراسة الآن لما كتزاوش الأجرة ديالهم واحد آلف وخمسمائة الألفين درهم واش هذا ماشي تجويع لليد العاملات على العشور المسبوهة على العشور المسبوهة فعل فتحية لكل أجيرة وأجير لكل عاملة وعامل لكل موظفة وموظف هؤلاء الذين يشرفون على استمرارية حياة المرفق العمومي والمؤسسات الإنتاجية أيها العاملات أيها العمال إن الاتحاد الوطني للشغل في المغرب بجهة دار بضاستات ينبه السلطات الإقليمية والجهوية إلى خطورة الأوضاع المزرية والمتردية للشغيل بالجهة فهو يتابع اتحاد الوطني يتابع عن كتب ما تقوم به الجهات المسؤولة حفاظا على الاستقرار الاجتماعي إلا أنه يسجل بكل امتعاض وبكل أسف التراجع الرهيب في الحرية والحق النقابي واشغير مكتب نقابي كي يتأسس اليوم غدا يطرد بكامله أمام مرأة واسمع الجميع دون رادع صونا لكرامة المواطنين والمهنيين والأجراء كما نتساءل عن تغييبي وطمري الحوارات الاجتماعية الترابية التي هي تنزيل لحوار 25 أبريل 2019 لحكومات 2019 كما نسجل وبكل أسف أن بعض العمالات لم تنخرط بشكل جدي في المسلسل الاجتماعي الذي أطلقه صاحب جلال نصره الله معتبرة هذا الأمر تانويا وقد وجهنا في هذا الأمر عدة رسائل لمرات عديدة لعقد اللجنة الإقليمية واللجنة الجهوية واللجنة المركزية للمفاوضة وأيضا للمصالحة وأن بعض المؤسسات بالجهة استغلت الدرفية بالتضييق على العمال وإرغامهم على مغادرة عملهم بفبركة ملفات لهم وتسريحهم وعليه فإننا نستنكر هذه السلوكات اللامس أولى ونطالب جميع المتدخلين للتدخل العاجل لإيقاف هذه الكوارث الاجتماعية وسنذكر بعض هذه المؤسسات التي أخلت بمسؤولياتها والتزاماتها تجاه اليد العاملة كشركة تيكموم والتي لا تؤدي الأجور لحد الآن لمجموعة من العمال لمدة شهور دون التزامات ها بالصندوق كذلك عمال شركة سونسيد الرائدة وطنيا في إنتاج الحديد والصلب فإننا نسجل تراجعا ومسا خطيرا بمكتسابات الشغيلة حيث نطالب إدارة شركة بفتح باب الحوار مع النقابة بعدما تم إغلاقه لمدة سنتين تقريبا كما نسجل أيضا أخوات العمال أخوات العاملات إخواني العمال كما طالبنا وبكل أسف الجهات المسؤولة ما يعانيه عمال نظافة بجهات دار بذستات ببرشيد بإقليم برشيد من مضايقات وعدم توفير وسائل السلام الصحية وتمكنهم من عطلهم السنوية حيث أنهم لم يتمكنوا من عطلة 2023 بقي كيتسالو العطلة دي 2023 كما لا يفوتنا أن ننبه مفوذي النقل الحضاري بالدار البيضاء لشركة ألزا التي أقدمت على مجموعة من الإجراءات تعسفية وانتهاكات لحقوق شغيلة وذلك بالنيل من اليد العاملة ذات الخبرة ناهيك على عدم حماية العمال من مخاطر العمل وكذا طريقة تدبير المغادرة الطوعية المفروضة ونشير أيضا إلى معاناة شغيلة بل النقل رغم توقيعنا لمحضر اتفاق معهم الذي لم تلتزم بوعودها وخاصة التماطل في الأجور الأجر لما يتخلصه تنهاية الشهر الآخر وبالمناسبة أيضا ننبه إلى المشاكل التي يعاني منها عمال شركة ستيام من تغطية صحية وذلك بتجويض عقدة التأمين الصحي وقمع للسائقين من طرف مديرية الأسطول كما يطالبون بمراجعة الاتفاقية الجماعية لتحسين وضع رأس المال أو وضعية رأس المال اللامادي بالمؤسسة أما عمال شركة دي أشئيل يطالبون الإدارة في شخص مديرها العام بفتح باب الحوار الجدي والمسؤول والاستجابة لملف المنطلب العادل والعمل على إبرام اتفاقية جماعية لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للشغيلة كما ننبه إلى أن الشركات S.O.S التي فوذ لها المطرح مطرح الداربدة والتي يعاني أيضا أجار أوها من عدم تأدية الواجب الشريف في وقته كما نستنكر أيضا نستنكر أيضا الترد التعسفي الذي طال عمال شركة وسائقي ترانسدين المطردين تعسفيا لحد الآن ونطالب أيضا السيد والي جاد داربدة بتطبيق قانون المقالع بالمقالع المتواجدة بالجهة كما نشير إلى الخصاص المهول للموارد البشرية بقطاع الصحة من أطباء وممرضين وعدم صرف التعويضات عن الحراسة والإلزام والمدامة والتلك في احتسابها بطريقة معتمدة في معظم جهات المملكة نعم عدم توفر مجموعة من الأدوية بالمراكز والتي تشكل عائقا للأطباء والممرضين بالمراكز الشفائية كما نوجه نداءنا لمجلس جماعة الداربدة بكل أطيافه السياسية بعدم الإسراع والتسرع في إخراج دفتر التحملات الخاص بقيطاع سيارات الأجرى إلا بعد فتح حوار لتجويد هذا الدفتر لكن ورغم هذه الآلام التي يعاني منها تعاني منها الشخيلة والمهنيون بالجهة فإننا نؤكد على أن التحاط الوطني للشغل بالمغرب سيبقى مستمرا في النضال ومتمسكا بمطالب الشخيلة بالجهة وحقوقها المشروعة ومستمرنا أيضا في ناشي الحوار للمساهمة في الزلم الاجتماعي وبالمقابل نحيم جموعة من المقاولات والمؤسسات التي برهنت على وطنيتها من خلال تبني مبدأ الشريك الاجتماعي وذلك بتفعيل لجن المقاولة وفتح حوار جدي ومسؤول لذا ندعو جميع المؤسسات الكبرى بالجهة بأن تحدو حدواها والتأسيبها لتوقيع اتفاقيات جماعية لضمان السلم الاجتماعي أخواتي العاملات إخواني العمال كما أننا في هذه المناسبة نذكر السلطات الجهوية والإقليمية بمتابعة نعيقاد اللجل الإقليمي للبحث والمصالحة وندعو المديري الجهوية والمديريات الإقليمية للإدماج الاقتصادي والمقاول الصغرى والتشغيل والكفاءات إلى الإقدام على التفعيل وتتبع المشاكل الحقيقية للشغيل بالجهوية وفي الختام نحيي بكل اعتزاز وبكل افتغار سموت شغيلة الدار البيضاستان بكل فئاتها القطاع العام والخاص أمام استمرار ضرب القدرة الشرائية وغلاء المعيشة ونجدد مواصلتنا النضال لضمان الحق والحرية النقابية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم لجميع الشغيل المغربية كما ندافع عن سيانة حقوقها ومكتسباتها كما أننا بالمناسبة نشكر جميع كل من ساهم في إنجاح هذه المحطة النضالية ونتقدم بألف تحية وتقدير لنساء ورجال الأمن والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية والقوات المسلحة الملكية والسلطات الجهوية والإقليمية والمحلية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعينك شوف بعينك شوف مشاكل بالأولوف ومشاكل قائمة والحكومة نائمة والمشاكل قائمة والحكومة المشاكل والحكومة شكر موصول للأخ عبد الكريم البريقي على تقاسمه معنا همومة ومطالب الشغيلة بجهة الدار البيضاء سطات ارتأت الأمانة العامة بقرار منها أن تشارك جهة بن ملال خنيفرة هنا بالدار البيضاء يتقدم الأخ محمد عنون لإلقاء كلمته باسم وباسمه وباسم المكتب الجهوي لجهة بن ملال خنيفرة فليتقدم مشكورا اتحاد الوطني هوية مغربية للدفاع على حقوق طباق العملية بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام وعلى مولانا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه الأخ الامين العام لحزب العدالة والتمنية أستاذ عبد الله بن كيران الأخ الامين العام لاتحاد وطني الشغل المغرب أخص محمد زويتان القيادة الاتحاد وطني الشغل المغرب إخواني أخواتي مناضلي ومناضلات اتحاد وطني الشغل المغرب إخواني أخواتي مناضلي ومناضلات الهيئات الشريكة والدعمة من حركة التوحيد والإصلاع وحزب العدالة والتلمية وشبيبته والفضاء المغربي المهنيين إخواني أخواتي العمال والعاملات والموظفين والموظفات والمستخدمين والمستخدمات المهنيين والحرفيين المنضوين تحت لواء اتحاد وطني الشغل المغرب أيها الحضور الكريم بعد أدباد أود أن أستهل كلمتي بحديث النبي والرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله ولذلك فبإسمي ونيابة الإخواني بالمكتب الجهوي لالتحاد وطني الشغر المغرب بجهات بن ملال خنفرة أتقدم بالشكر والعرفان والامتنال لجميع الأعضاء والمنخريطين في المكاتب المجالية والقطاعية للالتحاد وللمكاتب المجالية للهيئات الدائمة من حركة التوحيد وإصلاح وحزب العدالة والتنمية وشبيبته والفضاء المغربي المهنيين على مساهمة في إنجاح هذه التظاهرة مقدراً عالياً ومثمناً كل جهد وكل تضحيات خدمة لمشروعنا الإصلاحي وإسهاماً منا جميعاً في إشعاء موظمتنا الاتحاد وطني الشغر المغرب كما تقدموا لكم جميعاً بالتانئة بهذا العيد العمالي الأممي معبراً لكم عن اعتزاز بالدور الذي تقدمونه لخدمة قضايا الوطن ووحدته وتنميته وازدهاره إن حضوركم اليوم بهذه الكتافة رسالة لمن كان يمن النفس أن بإمكانه أن يطفئ نور المصباح لنقابة اتحاد الوطني الشغر بالمغرب بعد محطة الإقصاء التي شهدناها في استحقاقات لجنتناء يستاشنو 2021 أو أن يطفئ نور المصباح لشريكنا حزب العدالة والتنمية في محطة التغول لمحطة 200 شتنبر 2021 ومن هذا المنبر وأكد لهؤلاء جميعاً لن ينطفئ نور مصباح الإصلاح لأن زيته أصله شجرة طيبة من نبتة طيبة من بذرة طيبة تحرصها عين الله التي لا تنام وترعاها المعية الربانية بذرة لا يؤثر عليها لا جفاف ولا حرب أوكرانيا ولا ارتفاع درجة حرارة ولا انخفاضها ولا أسعار محروقات ولا مضاربين ولا تجار أزمات نحن لسنا بذرة من سلاسل إنتاج مخطط فاشل يغد الأجانب ويجوع الشعب وينضم ترواتنا المائية من فوق الأرض ومن تحتها ويدخل مليارات في جيوب البطرون الفلاحية ويستنزف موارد البلاد المالية والمادية والعقارية هذا العار عملنا في خطر هذا العار عملنا في خطر هذا العار عملنا في خطر اليوم نؤكد لمن يمن النفس بزوالنا بأننا بنيان مرصوص قوتنا في مرجعتنا الإسلامية وفي نوعية رجالاتنا وفي أواصل المحبة في الله التي تجمع بين مناضلين وفي تعلق قلوب وعقول الشغيلة وهذا الشعب المكلوم لأننا لسنا دكانا من الدكاكين النقابية أو السياسية التي تبيع الوهم وتقبض الدعم كما وصفها أيقون الصحفة فرج الله كربه والتي توقع اتفاقات ظاهرها رحمة مزعومة للشغيلة وباطنها عذاب وتراجع عن المكتسبات وبما أننا لسنا كذلك ولم نستو في شروط التجار تم استيدافنا وإقصاؤنا نعم استهدفنا لأننا نرهب الخصوم بسبب نظافة أيدينا ونكران ذواتنا وتضحياتنا الجسام استهدفنا لأننا لا نتاجر بقضايا الشغيلة ولا نتأمر عليها في ذهاليز المكاتب المظلمة استهدفنا لأننا لا نكذب على الشغيلة استهدفنا لأننا نقابة البديلة وأمل الشغيلة الوحيد للدفاع عنها وصون كرامتها استهدفنا رغم أن عدد المندوبين المنتخبين ارتفع من 2572 في استحقاق 2015 إلى 2680 في استحقاق 2021 وشاحياني ضالية وشاحياني ضالية وشاحياني ضالية وطباق العمالية وشاحياني ضالية وشاحياني ضالية وشاحياني ضالية وشاحياني ضالية وشاحياني ضالية وشاحياني ضالية لم ولن ينال منا تحالف المال والسلطة مهما حاول من استهداف بغرض إسقاط شرعية النخابة وحقها في الحوار الاجتماعي مع الحكومة وحرمانها رغم تحسن نتائجها من التمتيلية ومن يولوج المؤسسات الدستورية علما بأن الاستيداف هو إضعاف للنقابات ولدور الوساط الذي تلعبه كمكون من مكونات الدولة بين الشعب وبين النظام حفاظا على أمن واستقرار البلاد هذا بالطبع لا يعفي النقابات من مسؤولية هذا الوضع المر ولما آل إليه العمل النقابي من بؤس وتشردم للجبهة النقابية بسبب نقابات مسخرة تكالبت على الشغيلة وساهمت في اختلال التوازن بينها وبين الحكومة فكان المحصلة نتائج حوار جد هزيلة بعيدة كل البعد عن تطلعات الشغيلة وما أعطي باليم اليوم سيؤخذ باليد اليسرى غدا الاستيداف تسبب في فقدان الثقة في النقابات فاستحودت التنصيقيات على المجهد النقابي بحكم أن الطبيعة ترفض الفراء وتسبب كذلك في مزيد من تطاوير منسوب التقة في السياسة وما نسبة المشاركة في انتخابات الجزئية الأخيرة منها ببعيد والتي كانت المشاركة في حدود عشر في المئة ليس إلا هذا الاستيداف سيبقى عارا لاسقا بوطننا مجسدا لمرحلة عنوانها زواج المال والسلطة وتضارب المصالح والنقوص والردة والإلقلاب على حقوقها لا لن ترهيبنا 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 التي تتم المماطعة في تنفيذها رغم اتفاقات الحوارات الاجتماعية السابقة أو التي تم القبز عليها في الحوار الموقع لهذه السنة بل نحتفل هذا العام بعيد الشغل بمنظور أوسع تجاوز المطالب الخبزية ولذلك تواجد الهيئات الشريكة للنقابة في هذه التظاهر حزبا وحركة وشبيبة وفضاء مهنية ليس من باب الدعم والشراكة التي تجمع هنا فقط ولكن لأن الأجيرة لم يستدف هذه المرة فقط في رزقه وفي استقراره المالي بسبب موجة الغلاء غير المسبوقة للأسعار سواء في المحروقات أو في كل المنتجات التي تشكل المعيشة اليومية للمغاربة والتي أترت بشكل سلبي على قدرته الشرائية ناهيك عن الاتفاع المهول للمديونية وتفريط في الممتلكات العامة وإفلاس آلاف مقاولات وتفاقم أزمة بطارة بل يراد كذلك استيداف الأجير والمواطن عموما حتى في أسرته وفي أمنه الروحي وفي قيمه ومن أجل عدالة الاجتماعي لنبيه قاعدة من إرماني من الدواء داعي إخوانهم في غزة وفتح قنوات الرسمية لإيصال الدعم والمساعدات إيدانا مغرهبية وفلسطين أمانا وفلسطين أمانا والتطبيع خيالة وفلسطين أمانا وفلسطين أمانا وفلسطين أمانا وفلسطين أمانا وفلسطين أمانا وفلسطين أمانا نظر للضيق الوقت بنقطة وحيدة رافدين كذلك لأي مقاربة علمانية لتعديل مدوانة الأسرة تتعارض والدسور والتوجيهات الملكية وإرادة هذا الشعب المسلم والأصل عدم التطاول على النصوص الشرعية قطعية التبوت والدللة واعتماد في المقابل الإصلاح يستعيد للأمة قيمها الإسلامية ويحارب عنوسة واستفحال ضائرة الطلاق وأبناء الزنا أقول قولي هذا واستغفر الله لكم وشكرا على السبب أبلياد نقابة قوية أبها نزم عادي وأعاد الكرامة وأعاد الحرية نقابتنا مواطنة نقابتنا مناضلة نقابتنا تدافع على هموم الشغيلة وإلى جانبها في مطالبها العادلة والمشروعة نقابتنا تدافع على جميع عمال هذا الوطن الأبي الكلمة الآن للأمين العام الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الأخ محمد زويتن تحية للقيادة الوطنية فليتفضل مشكورا أتحية عمالية القيادة وطنية أتحية عمالية القيادة وطنية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله الأخ الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الأستاذ عبدالله بن كلان الإخوة والأخوات أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الإخوة والأخوات أعضاء المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغربة الإخوة والأخوات الكتاب الوطنيين للجامعات الوطنية والنقابات الوطنية الإخوة والأخوات الكتاب الإقليميين والكتاب المحليين والكتاب الجيويين للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عموم مناضلي ومناضلات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تحية نضالية لكل المناضلين والمناضلات سواء في الجهات سواء في شرق المغرب أو شمال المغرب اليوم فاتح ما ينظمه في أغلب الجهات المملكة اليوم المناضلون والمناضلات اللي جاءوا اليوم من الضربدة اللي جاءوا من سطات و جاءوا من بني من لال و جاءوا من خنفرة و جاءوا من أزيلان و جاءوا من سيدي بن نور و جاءوا كذلك من الجديدة و جاءوا من مختلف هذا الأقاليم بهذا العدد و بهذا الكتافات يحضروا الإخوان و المناضلين في الجهات الأخرى في طنجة في مكناز في الرباط في مراكش كذلك في قلميم وكذلك في آقادين وفي الداخل وفي العيون تحية نضالية لكل الشغيلة المغربية تحية نضالية لكل الشغيلة المغربية سواء في القطاع العام الموظفين أو في القطاع الخاص أو في المؤسسات العمومية سواء في الضيعات الفلاحية سواء في المناجم سواء في المكاتب الوطنية هذه مناسبة لكم مناسبة فاتح ماء هي مناسبة للعمال ومناسبة للشغيلة نذكرهم ونذكر المسؤولين بما تحقق هذه السنة وما هي المشاكل والقضايا التي تبقى عالقة فتحية كذلك لكل الإخوان الحاضرين معنا اليوم واللي جاءوا كما قلت لكم من الجيات وكذلك إخوان اللي جاءوا بالوسائل ذي النقل الآن معنا الحافلات حافلة النقل الدولي التاكسيات سيارات الإسعاف وكل مختلف وسائل النقل اللي يضحوا اليوم الجو باشي حضروا معنا وأن توحى أصواتكم وأن ترتفع أصواتكم بالمطالب وبالقضايا العادلة التي تطالبونها وطالبتم بها في المسيرة التي انطلقت صباح هذا اليوم إخواني أخواتي نخلد هذا اليوم تحت شعار مستمرون في النضال من أجل العدالة الاجتماعية ودعم القضية الفلسطينية فحت السياقات اللي كتعرفوها اللولة كما قلنا واللي كنعيشوها كاملين كشغيلة هو هذا المشكلة دي الغالاء الفاحش دي الأسعار الغالاء الغير المسبوق رغم الحكومة اليوم جاءت في الأخير بعد سنتين ونصف أرادت أن تتدارك إحنا رحنا من الفين واثنين وعشرين فاتح مايي الفين واثنين وعشرين منذ ذلك التاريخ وحنا قلنا لهم رهد الغالاء أخذكم الحكومة ما تقاش وقفة الحكومة قستت تأخذ إجراءات وأخيرا جاءت بعد سنتين ونصف وقالت سنضيف المأجورين واحد خمسمائة دريم وماخور خمسمائة عن ضيف القطاع الخاص واحد المئة وخمسين دريم ولكذا خمسة في المئة ألفين وخمسة وعشرين وخمسة في المئة ألفين وعشرين إحنا أصدرنا بيانا البارحة على إتر هذا الاتفاق وقلنا مرحبا بالزيادة هذه الزيادة وإن كانت متأخرة مرحبا بها نحن كنقابة كمركزية نقابية نرحب بكل إجراء نرحب بكل يعني عمل لفائدة الشغيلة ولفائدة يعني العمال والعاملات ولفائدة الموظفين ولكن مع الأسف وقلنا لهم في البيان بأن هذا الاتفاق جاء متأخرا هذه الزيادات جاءت بعد الإجهاز على سنتين ونصف على القدرة الشرائية للمواطنين بعد سنتين ونصف على الإجهاز على الجيوب على الأجور اليوم حتى الفئات الوسطى اليوم سووا له اليوم واش يقدر يمشي شمواطن الآن عن القزار شوفوا اللحو البيضاء في النصلات شوفوا المواد الأساسية دي القطنيات شوفوا المواد الأساسية دي المشتقات دي القمح وغيره الخضروات كل مواد المعيشية ما كنتكلمش أنا على المواد الكمالية ولا المواد الزائدة لا كنتكلموا على المواد الأساسية اللي كيعيش بها المواطن المغربي اليوم كيقول هالزيادة اللي زادت الحكومة اليوم ما كافياش لأنها سنتين ونصف ونحن غاديم في ثلث سنين والإجهاز على القدرة الشرائية الحكومة خصد ديف إجراءات أخرى من قبيل ماذا أن تخاطم الشركات دي المحروقات تهمش وتنقص من الهامش دي الأرباح دي لها تنزل من الأسعار وهذا الشيء قالوا صندوق دي المنافسة وقال الأخطاء اللي ارتكبتها بعد الشركات اللي كتخالف بها المنافسة كتخالف بها قوانين المنافسة كنقوله كذلك الدولة ما زال تزيد تخفض من نسبة الدرائب اللي كتتأخذها على الشغيلة والدرائب اللي كتطبقها على العمال سواء ضربة على الدخل أو الدخل فعلا هي رفعات هذه النسبة المعفاة إلى السلف درم ولكن لا يكفي مقابل مع الأسعار اللي ارتفعت فعلا هي حاولات تقص كذلك من الهامش دي الضربة دي الثمانية وثلاثين في المئة نزلات ثبعة وثلاثين هذي كلها إجراءات كارة حبوبة ولكن ما كافياش لازم على الحكومة اليوم هي عارفة عندها المعطيات في المناسبة رعنا المعطيات دي المندوبية السلامية التخطيط فيها مؤشيرات مقلقة مؤشيرات مخيفة على الأسر المغربية أسر المغربية تقريبا نسب كبيرة تم عارفين دي الآن بالإضافة البطالة لحوالي 13% هذه البطالة اللي كتمس جميع الأسر المغربية بالإضافة الفقدان مناصب الشغل تقريبا دي المئة وسبعة وخمسين ألف مناصب الشغل بالإضافة لهذا الشي لو لا لطف الله ولولا التضامن العائلي اللي الآن الحمد لله المغاربة مازالين شدين فيه لأن كل عاطل وكل عاطل عن الشغل في أسرة ركت تكفل بها ديك الأسرة كل عاطلة ما عندها الشغل كتكفل بها الفئات الناشطة والفئات العاملة وبالتالي لا قدر الله لو لم يكن هذا التضامن لا نستطيع أن نواجه هذا الغلاء وهذا الأسعار أيها الإخوات والأخوات تضامن لبغينا هيكون يكون لبغينا هيكون يكون أيها الإخوات والأخوات هذا فاتح ماء كيجي في سياق دولي كنعرفوه كامل الآن كيجي في سياق دولي في التوترات أمنية كيجي في سياق دولي بعد تداعية دي الكورونا كيجي في سياق دولي اليوم اللي كنعرفوه كيظل أي مغربية لا ينام ولا يستيقظ إلا على لا ينام ولا يستيقظ إلا على متابعة ما يجري في فلسطين وما يجري من الهمجية الوحشية دل ذلك العدو الكيان الصهيوني الذي يبيت ويصبح على المجازر الوحشية تجاه الشعب الفلسطيني على الهدم دل المنازل على قتل الأطفال على قتل النساء على هدم البيوت على الاعتقالات ورغم ذلك لا زالت الإدارة الأمريكية ولا زال حلفاؤها يدعمونها ويطالبون المعتدى عليه الذي منذ أكثر من 75 سنة والاعتداءات عليه هو الذي يجب أن يفك الأسراء هو الذي يجب أن يتساهل على المقاومة الفلسطينية تطالب الإدارة الأمريكية بالتساهل والتنازل عوضة أن تطالب الكيان الصهيوني بالتوقف عن المجازر الوحشية اليومية التي يرتكبها توجاه الشعب الفلسطيني واليوم الحمد لله تماكن تبعوه ببقاوش على المقاومة الفلسطينية بوحدها اليوم اليوم الشعوب في العالم الطالبة في الجامعات حتى عند أمريكا حتى عند الإدارة الأمريكية احتف أوروبا حتى فرنسا اليوم كلهم يقولون كافة ضرورة من الوقف هذا الهجوم الوحشي على الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني وبالمناسبة إدانا شعبية جرائم صهيونية وبالمناسبة وبالمناسبة نحن في الاتحاد الوطني للشغل المغرب نخاطب المسؤولين في هذا البلد الذي لا زالت دماء أبنائه في قنيطرة لا زالت دماء شهدائه في سيناء لا زالت دماء الشهداء المغاربة الذين ضحوا من أجل القدية الفلسطينية ومن أجل أقصى هو من أجل القدس لا زالت شاهدة على تضحية الشعب المغربي من هذا المكان مطالب السلطات في هذا البلد أن تقفي للمكتب التواصل الإسرائيلي أن توقف التطبيع مع الكيان الصيوني أن تلغي الاتفاقات مع الكيان الصيوني الشعب يريد إسقاط التطباع الشعب يريد إسقاط التطباع الشعب يريد إسقاط التطباع الشعب يريد إخواني أخواتي الاتحاد الوطني للشغل المغرب كذلك خلال هذه السنة عرفوا حد دينامية نضالية وعرفوا حد دينامية تنظيمية داخلية هذه الدينامية نضالية اللي عبروا عليها الإخوة المناظرين والمناظرات الجامعات والنقابات الوطنية في الجهات كلها عبرت على الوقفات سواء ضد الغلاء ذي الأسعار اللي عبرنا عليها في وقفات مركزية ووقفات جهوية وكذلك الجامعات والموظفين سواء في القطاع الخاص والقطاع العام يعني نضموا احتجاجات ونضموا وقفات بتنسيق مع النقابات سواء في القطاع ذي الصحة سواء في القطاع ذي التعليم سواء في القطاع ذي العدل سواء في القطاع ذي الجامعات المحلية سواء في عدة قطاعات في المؤسسات العمومية كذلك بالنسبة للماء والكهرباء وبالمناسبة اليوم كان خص تحية نضالية لواحد المستدعافين لواحد العمال ديال شركة النظافة لليوم فطنجة شركة مناظرين تابعين للاتحاد الوطني لشغل مريم الشركة ديال ميكو مار أرادت أن تهدي هدية للعمال بمناسبة فاتح ماء بإيقاف العمال والعاملات ليلة فاتح ماء البارحة في طنجة أصدرت إدارة لهذه الشركة إيقاف مجموعة من العمال والعاملات وبالمناسبة نحن نبعث لهم من هذا المكان من الدار البيضاء تحية نضالية وسنتابع قضيتهم وسنتابع هذا الملف المعتدي على العمال والعاملات أمام المسؤولين وأمام الحكومة لردهم إلى مناصر شل وبالمناسبة كنا ننتظر من الحكومة بمناسبة القانون المالية ديال 2024 كنا ننتظروا معها تكون شيء إجراءات قوية للتحكم في الأسعار وضبط التدخم والزيادة العامة في الأجور والإصلاح الجبائي انتلاقا من مجموعة من المناظرات ولكن لم تستطع إيجاد في هذا القانون لم تستطع إيجاد حلول جذرية للملفات سواء القضية المتعلقة بالملفات العالقة بالموظفين وبفئات التقنيين والمتصرفين والدكاترة والمهندسين أو كذلك غيرهم من الفئات المتضررة بالمؤسسات العمومية وكذلك بالقطاع الخاص إخواني أخواتي العمال والعاملات والمستخدمين والمستخدمات والموظفين والموظفات نلتقي مرة أخرى كما قلت نلتقي مرة أخرى ولا أعيد لن أطيل موضوع ديال المؤشيرات التي تكلمنا عليها لمرترطة بالوضع الاجتماعي والوضع الاقتصادي ديالأسر المغربية إخواني الحمد لله كلهم الأخوات أمامهم إلا يدخلوا الموقع ديال الأسربي ديالمندوبية السامية التخطيط ويشوفوا المؤشيرات المتعلقة لا بمعدل البطالة كما قلون الفقدان ديال الشغل 157 ألف لا الأسر اللي صرحت بأنها تراجع مستوى المعيشة يعني 87% من الأسر المغربية صرحت هذا ليس أرقام ديالنا ديال النقبة هذه أرقام ديال المؤسسة حكومية كتقولها 87% من الأسر المغربية صرحت بتراجع مستوى المعيشة أكثر من نصف ديال الأسر كتتوقع بأنه كذلك ارتفاع المعيشة في 2024 لا يتعدل كذلك لعدد كتعرفوا عدد اللي يستطيع يتدخر شي شوية يوفر شي شوية ديال المال اللي قلوه هذا اللي بغي يوفر شي شوية لأنك هذا اللي بغي ديال المشروع ديال السكن لأنك يطالبوا عايطيه 7 مليون ولا عايطيه 20 مليون ولكن البقية منين عجيبة باش يخلص هذه المنزل هذا الدخل اللي كانت كلمستطعت 1.8% هي اللي استطعت تدخر وهذه مجموعة من المؤشرات سأقفز عليها الإخوان يراها موجودة يعني كذلك الاختلالات اللي وقعت فيما يخص الأسر المستفيدة من الحماية الاجتماعية ولا من المشارع الاجتماعية ولا من الدعم ولا من التغطية الصحية واحد من مجموعة ديال المؤشرات رأي موجودة بلا من نطول عليكم وإذ ينوه الاتحاد الوطني للشغل المغرب كالنوهب نضالات شغيلة المغربية ونجدد وقفنا الدائم إلى جانب مطالب العادلة والمشروعة وتبني ملفات المطلبية مع جاهزيته نحن جاهزون لكل المبادرات النضالية فإننا نعتبر مرة أخرى اتفاق يوم 20 أبريل اتفاقا غامضا وإذ سجلنا فيه كذلك كما قلت وكن نكرر إيجابية الإجراءات الرامية إلى تحسين دخل الأجراء من قبيل الزيادة كما قلنا العامة في الأجر وهي ليست زيادة العامة بالمناسبة لأن استثنات استثنات كذلك المتقاعدين استثنات قتلك الرجال التعليم اللي زادتهم أخيرا استثنات واحدة المجموعة من الفئات وإذن أين هي زيادة عامة إذن ليست زيادة عامة هي زيادة مخصوصة لمجموعة من الفئات قلنا نستنكر في هذا الاتفاق عدم الوضوح في ماذا؟ عدم الوضوح في الأجراء دي القوانين الأخرى ومشاريع القوانين الأخرى المتعلقة بالحق في الإدراب المتعلقة كذلك بالتقاعد وفي المناسبة اللي نحن نطلب دائما لا يجب المس بالحق في التقاعد مكتسابات دي التقاعد لا يجب المس كذلك بالحق دي الإدراب احنا مع القانون دي الإدراب ولكن لا يجب المس بهذا الحق كذلك نحن نطالب بتسريع بالقانون دي النقابات نطالب بتسريع كذلك دي المدوانة دي التعاضد نطالب كذلك بتسريع مراجعة مدوانة الشغل وبالتالي نحن في الاتحاد الوطني للشغل المغريب ندعو الحكومة إلى أن تغير مقاربةها الاجتماعية من خلال اعتماد حوار اجتماعي تشوفوا الآن تقتصر على الحوار مع ثلاثة دي المركزية النقابية واشهد قضية دي التقاعد على تهم عثلة المركزيات واشهد قضية دي الحق في الإضراب واشهد تهم عثلة النقابات يجب أن تغير هذا المقاربة من خلال اعتماد حوار الاجتماعي وطني متعدد الأطراف دون إقصاء لأي تنظيم نقابي بناء على حسابات سياسية ضيقة لتجاوز تنامي مؤشرات أزمة الاجتماعية ثانيا نندد بالانتهاكات المستمرة للحقوق والحرية النقابية والتي تكلموا عليها الأخوان الكاتبين الجيويين قبل المشكورين الضربدة وكذلك ابن الله لأعطيتكم كذلك المثال ما يجري اليوم في طنجة وغيرها نندد بالانتهاكات المستمرة للحقوق والحرية النقابية وخاصة في القطاع الخاص وبعد القطاعات والمؤسسات العمومية ونحمل الحكومة مسؤولية إلزام المقاولات المعنية باحترام القوانين التي تكفل الحق في العمل والتنظيم النقابيين ثالثا ندعي الحكومة إلى سن إجراءات فورية لتسقيف الأسعار وإحدى التوازن بين الاستيراد والتصدير من أجل التحكم في التدخم وإلى اتخاذ إجراءات استعجالية للحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة بعيدا عن خدمة شراهة بعض الأطراف الاقتصادية التي لا يهمها إلا العائد الربحي وعدم استثناء أي من الشغيل المغربية من أي زيادة مرتقبة رابعا نستنكر تعطر بعض الحوارات القطاعية والتي أدت إلى تصاعد وثيرة الاحتجاجات ليوم كتعرفوا في الرباط خرجوا المهندسون خرجوا المتصرفون خرجوا رجال التعليم خرجوا كذلك نزل القطاع العدل وغيرها من القطاعات وإنك احتقان اجتماعي نستنكر تعطر بعض الحوارات القطاعية والتي أدت إلى تصاعد وثيرة الاحتجاجات من قبيل الفلاحة والعدل والجماعات المحلية والصحة وغيرها والتعاون الوطني ومجموعة من القطاعات وندعو مختلف القطاعات الحكومية لتحمل مسؤوليتها لضمان الحق في العمل النقابي واستدامة السلم الاجتماعي ومأسسة الحوار القطاعي خامسا نتشبت ويتشبت الاتحاد برد الاعتبار لعمال وعاملات ومستخدمي ومستخدمات قطاع خاص من خلال زيادة عامة مباشرة في أجورهم تناسب نسب التضخم ونسب الغلاء المتصاعدة سادسا نطالب بالتعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة على مستوى القطاع العام وبعض المؤسسات العمومية لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها سابعا نحذر يحذر الاتحاد من أي إصلاح لأنظمة التقاعد بعيدا عن أي توافق اجتماعي ومن أي مسء بالحقوق المكتسبة للشغيلة المغربية بما يؤدي لضمان مستقبل الحماية الاجتماعية ويخدم ذي مهمة منظومة التقاعد وحماية حقوق المنخرطين مع ضرورة إعادة النظر في منظومة الأجور الخاصة بالمتقاعدين بما يصون كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم ثامنا نطالب بإصلاح منظومة الأجور وتحقيق العدالة الأجرية والضريبية وبالعمل على إنصاف بعض الفئات المتدررة التي ذكرناها مقبلة لما عمتهم وليس مجموعة هذه الإصلاحات لتكلمنا المتصرفون الدكاتير المهندسون التقنيون والأطر المشتركة بالإدارة والمؤسسات العموية تاسعا نطالب بتحيين الترسان القانوني الخاصة بالشغل وبالعمل على إخراج قانون النقابات قبل قانون تنظيم الحق في الإدراب مع ضرورة الالتزام بمقتداية المعاهدات والاتفاقية الدولية الصادرة يعني عن منظمة العمل الدولية وموائمت بعض مقتضاية القانون الجنائي الفصل 128 ندعو الحكومة إلى تجاوز مقاربة الأمنية في التعاطي مع الحق في الاحتجاجات والإدرابات والانتماء النقابي والعمل النقابي اليوم كما قالوا يخونا في الدول البيضاء وغيرها إلى تكون شيء مكتب نقابي تحت متى تحت الاتحاد الوطني للشغل المغرب كي يضغطوا على هذك كي يضغطوا على هذك العمال والعاملات باش يغيروا الانتماء ديالهم النقابي ويقدروا بهذك الضغوط إلى آخره بعد مجموعة الأساليب إلى أن يستطيعوا إلى توقيف مع العمل كما حدث بالنسبة لمكتبنا وللكاتبة المحلية ديالنا الكاتبة النقابية في الأزدتاء هنا في الدار البيضاء قلنا كذلك يدعو إلى التعجيل بمراجعة المنظومة الشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات ممثل المأجورين ومناديب العمال من أجل تقنين المشهد النقابي وإفراز تمثيلية حقيقية للطبقة العاملة اليوم الحكومة كتحتج باش ما تشركناش حنا في يعني في الحوار الاجتماعي كتقول لك ما عندكمش تمثيلية والمركزيات حنا النقابية حنا وقعنا معهم قبل الانتخابات وقعنا معهم مذكرة ورسلنا للرئيس الحكومة وقعنا لهم هالاختلالات اللي موجودة الآن في الترسانة التنظيمية للانتخابات وقعنا لا لا تنبال حوارات المهزالة حوارات المهزالة لحوارات المهزالة نطالب كذلك بالإصراع في إصلاح أنظم التعاضد ودمان حكامتها وذلك عبر إعادة النظر في الإطار تشريعي المنظم للقطاع كذلك نطالب بإصدار قانون ينظم قطاع سيارة الأجرة مع مطالبة الحكومة بمراجعة دعم المحروقات الموجهة لوسائل النقل سواء الموجهة لوسائل النقل يعني الكيران والحافلات أو كذلك التاكسيات وغيرها من وسائل النقل رابع عشر نطالب بتحرير الإعلام العمومي وبالمناسبة كنشكر الإخوان الإعلاميين والصحفيين لحضر معنا لتجمع وكنشكرهم صفة عامة لتغطيتهم الأنشطة وتغطيتهم يعني العمل اللي يقوم به الاتحاد واللي يقوم به النقابيون وكتقوم به الشغيلة نطالب بتحرير الإعلام العمومي من الاحتكار والرؤية الأحادية ويفسح المجال لتعدد وجهات النظر خصوصا في القضايا المصيرية ذات الطابع الاجتماعي من قبيل إصلاح أنظمة التقاعد وقانون تنظيم الحق في الإضراب ومدونة الأسرة وغيرها من الأورج وفي الختام نجدد في الاتحاد رفضنا لضرب الحريات النقابية والتأويل المتعنت للقوانين التنظيمي المتمثلة أو التمثيلية النقابية بقصد الإقصاء والتهميش لبعض النقابات الجادة وتؤكد للجميع ونؤكد للجميع بأننا بأن المصار سيستمر بإذن الله عز وجل من أجل إقرار عدالة اجتماعية وترصيخ الحقوق والحريات الأساسية والتصدي الحازم لكل محاولات الالتفاف على هذه الحقوق أو المس بها بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز قيم الحرية المقترنة بالمسؤورية بما يخدم صورة بلدنا داخليا وخارجيا وتقوي من قيم الاعتزاز بالوطن والدفاع عن مصالح العليا والدودي عن وحدته الوطنية ومساندة قضايا الشعوب العادلة وفي مقدمتها كما قلت قضية الشعب الفلسطيني للعيش في كنف دولة كاملة سيادة وعاصمة القدس الشريف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وستكمل الأخت خديجة واحد الجزء المرتبط بالمرأة فلتتفضل مشكورة هذا عبو هذا عار الغلاء في الأسعار هذا عبو هذا عار الغلاء في الأسعار باسمي وباسمي عضوات لجنة العمل النسائي داخل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أحيي عاليا المرأة العاملة المرأة الموظفة المرأة الأجيرة والمرأة المغربية المناضلة وتحية نضالية وللمرأة المغربية النساء والرجال وفي النضال بحال بحال اسمحوا لي أيضا أن أحيي باسمكم جميعا المرأة الفلسطينية والغزاوية على وجه الخصوص نسأل الله لهن العون والنصر والتمكين نخلد العيدة الأممي للعمال في دل الاستمرار في تراجع عن المكتسبات وتنامي الفقر والهشاشة وطبعا النساء دينا لهن النصيب الأكبر من ذلك بحيث تمليج هذا على نظام الرميد ودعم الأرامل في المقابل إرساء نظام دعم الجماعي محدود انتهى بحرمان عدد كبير من الأسر الفقيرة السؤال السؤال المطروح الآن واشغن بقودي من تحدثوا على التمكين الاقتصادي للمرأة فضل هالظروف ومن نشوش بعيد فالإحصاءات التي سبقا نذكرها الأخ الأممي العام شكورا وهي الإحصاءات الرسمية الصادرة عن مدوبية السمية التخطيط وتقارير المجلس الوطني والجماعي والبيئي طبعا تبين لنا الوضعية المزرية للنساء المغربيات طبيعي جدا أن المعاناة تتضاعف لنساء العاملات في القطاع الخاص وقطع الغير مهكال وتزداد شدة الظلم والقهر واتساع الخروقات القانونية التي تعرفها هذه القطاعات في ظل غياب حماية القانونية وأبسط الحماية وهذا ما نلاحظه عند العاملة الزراعيات في الضيعات الفلاحية حيث يفتقرنا إلى أبسط الحماية إننا في هذا اليوم نذكر بمطالبنا المشروعة والعادلة من أجل تحسين وضعية المرأة العاملة على سبيل المعالجة السريعة لمختلف الأنظمة الأساسية في قطاعات الوظيفة العمومية طبعا بمنهجيات تحضر مقاربة النوع وليس المقاربة المعهودة التي عهدناها وهي مقاربة هاجس الميزانية ثم مراجعة مقصديات مدونة الشغل بما يضمن حقوق النساء ويضمن لهن العيش والعمل بكرامة ثم تشديد الرقابة على القطاعات الاقتصادية التي تعرف حيفا كبيرا للمرأة وضرورة تنظيم القطاع غير المهيكل إخواني أخواتي إننا في الاتحاد الوطني الشعور بالمغرب نؤمن إيمانا راسخا باللي أن الاستقرار دي الأسر المغربية هو الضامن الاستقرار الجماعي والاقتصادي ولذلك نحن في الاتحاد الوطني الشغل بالمغرب قدمنا مذكرة اقتراحية بشأن الورش الذي كان الفتوحا حول تعديل مدونة الأسرة وقد ضمن في هذه المذكرة مقترحات تصبو في إطار الإجراءات المساهمة في الحد من تفشي ظاهرتي الطلاق وظاهرة العزوف عن الزواج إن الاتحاد الوطني الشغل بالمغرب سيظل نصيرا لقضايا المرأة ولحقوق المرأة العاملة بجميع القطاعات وإن على العهد باقون وفاء منا السيرورة التاريخية التي تجمع الاتحاد الوطني الشغل بالمغرب وحزب العدالة والتنمية منذ تأسيسهما على يد الراحل عبد الكريم الخطيب مس كل ختام مع السيد الأمير العام لحزب العدالة والتنمية الأخ عبدالله بن كيران وأحيي من خلاله جميع مناضلي ومناضلات حزب العدالة والتنمية الذين أبوا إلا أن يشاركوا معنا هذا العرس النضالي فليتفضل مشكورا وتحية نضالية الخيادة السياسية وبن كيران سير سير ونحو العصلاح والتغيير وبن كيران سير سير ونحو العصلاح والتغيير بسم الله الرحمن الرحيم تبقى تقولوا لي ابن كيران سير سير فين بغيت ونين نمشي راشي وحدين مغلون نمشي بحالي أصدر لكم ها 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 نحن 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 يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من تبعوده أخواني أخواتي ها كيسخن شوية بشوية ديزيل 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 يا وفي الحقيقة ديزيل 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 سيزويتن كيتشاور معي بعض المرات ولكن ما كيدير رجل لك الشي اللي كان قوله لا هو لا القيام قال لك سيدي الاستقلالية احنا سيدي مستقل ولكن رحنا بحال الاب مع ولده ما يمكنش الاب ولده تولي منتهم الشراكة اكتر من الشراكة حزب والنقابة رأهم دات واحدة هكذا خسكم تفكروا وهكذا خسكم تعاملوا اخواني النقابة هي اللي 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 بغيت نهضر عليها لأنه هاد الحكومة هادي جات وبالاساليب ديالها خلت هاد النقابة هادي ما يكونش عندها ستة في المئة في القطاع العام ولكن عندها ستة في المئة في القطاع الخاص والغاة تلحق ديالها بش في الحوار وانا كان نشوف هاد النقابة هادي غير هاد الجمهور اللي حاضر دابا كايبين بأنك تبتل شريحة مهمة من العاملين والموظفين والشغيلة بسببت العاملين علاش هاد الاقصاء واشتات جيشي نهار شي مصيبة لا قدر الله عادي بدوك يتجروا باش يجيوا يعيطوا العاملين قل لك اللي بغا يلقى القراب في الصميم كيت صاحب معه في الليالي واش فهمتي ولا بفهمتي لا بغايت يتلقى القراب باش يعطي كلمة في الصهد خاصة تكون صاحب معه من شتا مش يتجي الصهد عاد بدك تقلب عليه وهذه النقابات هذول اللي كي تذكروا معهم شنو الوزن الحقيقي ديالهم الوزن الحقيقي ديالهم نظهر في الأزمة ديال التعليم فهذاك الوقت هذة النقابة هذو كانت كتوقع مع الحكومة ألا قد تصبح الإضرابات كتعود توقع مع الحكومة ألا قد تصبح الإضرابات جوج ثلاثة تلبرات مع رشحة خرجات شي حاجة سميت التمسيقيات معنى ذلك أن هذه النقابات لم تعد تمثل الشغيلة وخعترفت بها الدولة وتتطل فيها الدولة وتتطل فيها السيد رئيس الحكومة ولهذا نحن نطلب السيد رئيس الحكومة يراجع الحسابات دياله ويشوف بعينه وما يفر تحتف واحد الحوار لا يأتي إلا بخير ولكن بطبيعة الحال هذا النقابة هذه ولا الحزب الذي تنتمي إليه وإنتمي إليها خلق لهم مشكل في الأدهان ديالهم وباغين يقضيوا عليهم ولهذا أول ما نقول لكم وجذور يسكم هذه هي الحقيقة أنتم أخذكم تصبروا أخذكم تنادلوا أخذكم تواجهوا ماشي حنا حنتش نمدينين غنكون ضريفين كتر من القياس ضرافة في حدود وإلا رأي لم أخرجتش عينيك وحمرتي واحد شوية والله مرحبا مرحبا أرى عليكم موليداتي كانت ضرب وإحنا كملنا قالنا غير واحد شوية يقول لكم رحمه الله إلى جلوة ولكن عليكم على مستقبلكم خس الإخوان يفهموا واحد القضية أن المسؤولية اليوم وأنا كنتكلم بالخصوص مع الطبقة الشغيلة نقول الهبل المشاكل ديال التشغيل هي مشاكل مهمة والحقوق ديال العمال والموظفين هي مهمة ولكن كين شي حويش كبر منها وغير نعطيها لدك الشيء الأمثلة والأدلة اللي وفقني الله سبحانه وتعالى وش نعطيها ما كتحفظش عليها وهذا يهدد مستقبلنا لأنه داتا يوم داتا يوم كانت واحد واحد نخبة أو لنقول واحد شلة أو لنقول واحد المجموعة مقربة عندها نفود اقتنعات بالتحكم ومشت شكرا